تكملة لحوامض لويس يقول لك مثل آيون مثل آيون آيونات الفلسزات can act as لويس أسد تعمل حوامض لويس why explain سؤال ممكن يجي الجواب رح يكون بشكل نقاط first missing electron لأنه فاقد electron ثنين تكون عدها anti-valence orbital عدها أربطالات تكافؤ فارغة هذا جواب إلى هذا السؤال الآن ملاحق نقدر نسويه بشكل معادلة مثل آيون زاد لويس بيس تكون عدنا complex آيون آيون معقد توضيح المعادلة مثل آيون فضة زاد missing electron has got anti-orbital plus NH3 لويس بيس عدها زوج الكتروني دونيت تمنع يتكون عدنا ag بالوسط عدها أربطال فارغ هنا أنا شفري زوج الكتروني صارت عدنا الآصرة التناسقية التساهمية كذلك عدها أربطال آخر فارغ الفضة ترتبط مع الزوج الكتروني لجزء الأخرى كونت عدنا معقد complex ion complex ion الآن يقول لك الآيونات الهيدروكسيد الآوئة السالب are لويس بيس تعتبر قوائد لويس إكسبلين إشرا يكوني جواب أكسجين is a is electron rich غنية بالألكترونات has large electron negativity الهسالبية كهربائية عالية can easily donate تقدر تمنح pair الكترون to a bond حتى تكون العاصرة التناسقية فإذن الOH هيدروكسيد نعتبرها لويس بيس بسبب إنه الأكسجين عند زيادة rich الكترون و can donate can donate pair of الكترون الآن positive metal ions as Lewis acid ممكن بعض many metal hydroxide are infoteric قسم بعض hydroxide الفلز يعتبر infoteric شنو معنى الانفoteric ممكن أن يتفاعل ويا الأسد وممكن يتفاعل ويا البيس ويا الحامض ويا القائد مثال أو يقول لك explain اشرح فالجواب رح يكون aluminium hydroxide can act يعمل as a Lewis acid مثال aluminium hydroxide زائد أو الثالث طانع عدنا هذا المعقد ALOH4 فهنان اعتبر aluminium hydroxide acid Lewis وهذا base Lewis or أو as a pronostate lori base يعتبر قائدة pronostate مثال ALOH3 زائد ثلاثة H2O هذا يعتبر هنا قائدة هذا يعتبر حامض كون عدنا الحامض ينتي H موجب H موجب ويا OH ويا OH الباقي هنا يتكون عدنا 6 H2O فإذا الفرق بين Lewis acid و pronostate acid pronostate acid deal with proton يمنح proton يمنح proton أو accept proton أما Lewis acid deal with pair of electron donate pair electron و accept pair electron donate يعني base accept يعني حامض proton donate acid accept قاعدة شكرا من اشترا لإشترا ترجم الحاجة